أهلا بالمتتبعين الكرام بفضل تشجيعكم وتفاعلكم مع المواضيع التي نقشناها خلال حلقات برنامج التاريخ المبكر للإسلام استطعنا أن نصل الحلقة رقم 100 وبهذه المناسبة عفوا أشكر الجميع ممن ساهم من بعيد أو قريب في إنجاح وإغناء هذا البرنامج بالتساؤلات والردود والمناقشات من خلال تعليقاتكم وغيرها قبل أن نلقي نظرة سريعة على العنوين المهمة في هذا البرنامج أود التذكير بأنني لست واعظا أو مبشرا أو رجل دين يقدم لكم الحقيقة المطلقة أنا فقط باحث وطالب علم في مجال نادر في عالمنا ما يسمى بالعالم العربي هذا المجال يبحث في علم المخطوطات والخطاطة وفقه اللغة المقارن وبموجب انتمائي لمعهد إنارة الألماني يمكنني أن أشارككم الأبحاث والنظريات والدراسات الأكاديمية التي نشرت سواء من معهدنا إنارة نفسه عبر مجلداته العشر بإدارة الدكتور روبيرت كير وتحت إشراف الأستاذ كارل هانس أوليغ ومساعده ماركوس جروس ومانفريد كروب أو من خلال مجموعة أخرى لها نفس الاختصاصات في التاريخ المبكر للإسلام كالمدرسة الأنجلوسكسونية باتريشيا كرون، مايكل كوك، طوم هولند وغيرهم أو المجموعة الفرانكوفونية جيوم دي، إدوار ماري غالي، وماري تيريز أغفوار وغيرهم من الباحثين العالميين طبعا لا أحد من هؤلاء يدعي أنه يمتلك تلك الحقيقة الغائبة ولكن كل واحد يقدم لنا فرضيته التي يراها قريبة من الأحداث التاريخية لبداية ظهور الإسلام والسؤال الذي طرح عدة مرات خلال حلقات التاريخ المبكر للإسلام لماذا تقدم لنا نظريات المستشرقين؟ والجواب المدارس الاستشراقية نشأت للرد على الموروط الإسلامي المتناقض في رواياته والمتضارب في تفسيراته ولا ننكر أن هذه المدارس منها ما ذهب إلى التطرف في طرحه كأسطورة وجود محمد التاريخي ومسيحية الإسلام المبكر في المقابل التطرف في الموروط الإسلامي من خلال أسطورة البراق وانشقاق القمر وأمية محمد وجهله بالقراءة والكتابة فبين النقيضين يمكن وجود توافق بين هذه الأطروحات والفرضيات فلا يمكن أن نضرب الموروط الإسلامي عرض الحائط ولا يمكن أيضا أن نعتبره المنبع الوحيد لمعرفة الحقيقة التاريخية لدهور الإسلام ولهذا في العديد من المناسبات قلت الموروط الإسلامي عبارة عن منجم ذهب تخرج منه آلاف الأطنان من الأطربة للحصول على حفنة صغيرة من الذهب ومن هذه الدراسات الأنتروبولوجية والأبحاث الاستشراقية ما هو مهم ومفيد جدا لمعرفة الوجه الآخر للحقيقة التاريخية للإسلام فالوتائق من خارج الموروط الإسلامي وخاصة التي تعود للقرن الأول لظهور الإسلام كالحوليات المارونية ووتائق شهود الإعيان كالدكترينا جاكوبي وإعادة كتاب التاريخ بما استجد من الأحداث على سبيل المثال كتاب تاريخ هراقل هذه الوتائق المادية قدمت لنا أو قدمت لنا عفوا ومضات أنارت نقطة سوداء في تاريخ الإسلام المبكر لكنها لم تغطي كل المساحات التاريخية للأحداث الكبرى خلال القرن السابع الميلادي وعليه تكرر السؤال مهم وهو كالتالي بما أن الرواية الإسلامية مشكوك فيها فما هي القصة الحقيقية لظهور الإسلام الجواب على هذا السؤال من أصعب الأسئلة التي يمكن الرد عليها لندرة المصادر التاريخية المادية كما قلنا من عملات ومخطوطات ونقوشا وآثار تكشف عن كل الأحداث التاريخية الإسلامية خلال القرن السابع الميلادي وما يمكن فعله هو تجميع معطيات تاريخية موثقة قليلة في تلك الفترة وترميمها بما جادت به الداكر الشفاهية الجماعية لكن تبقى هذه توليفة مجرد خطوة تقريبية من الحقيقة النسبية ويستحيل كما قلت معرفة الحقيقة التاريخية المطلقة لقد جاءت معظم الحلقات ردا على أسئلتكم المهمة ففي البدايات الأولى لهذا البرنامج تحدثنا عن علم المخطوطات والخطاطة فيما يخص دراسة القرآن وقدمت حلقة خاصة استثناء عن كوديكولوجية مخطوطات كتاب صحيح البخاري صحبة الأستاذ رشيد أيلال صاحب كتاب صحيح البخاري نهاية أسطورة وتوصلنا نفس النتيجة وهي أنه ليس عندنا مصحفا يعود للخليفة عثمان كما أننا لم نجد أي نسخة لكتاب صحيح البخاري يعود لفترة البخاري وحتى تلاميذته ثم دخلنا في دراسة لمادة الفيلولوجية علم مقارنة فقه اللغة لبعض الكلمات في القرآن كالكلالة والصلصال والكوتر وكلمات لترجية كالقرآن والصورة والآية والفرقان ثم دخلنا في التاريخ الإسلامي وبعد ذلك قدمت لقاء خاصا بعنوان آخر أيام الرسول مع الدكتورة هالا وردي ثم لقاء آخر بعنوان الأنبياء الكذبة عند ظهور الإسلام مع الدكتور حبيب طاوى ومن ثم واصلت الحديث عن العرب وآلهتهم وكيف أترت ثقافتهم القديمة في تكوين النظرة الدينية في الإسلام بعد هذه المسيرة جاءت ردود عديدة بالقبول والتشجيع في المقابل وقفت مجموعة من المعارضين ترفع سيف التكفير والتسفيه والتصغير والتحقير وهذا أسلوب ضعفاء الفكر والحجة وهناك من تحداني في مجال اختصاصي رغم أني لا أدعي التفوق والتعالي على أهل العلم والمعرفة رأيي يحتمل الخطأ دون شك ومستعد أن أصوبه إذا توفرت الحجة العلمية الدامغة ولا إشكال لي في ذلك واستطعت أن أرد على هذه التحديات بأسلوب يليق بالحوار والنقاش دون التطاول أو خج لكرمة الخصم ومن هذه الردود ما نتج عنها طرح سلسلة من الكلمات التي أخطأ النصاخ الأوائل في تدوينها بالقرآن منها ما اعترف به في الرواية الإسلامية ومنها ما كشفت عنه الدراسات الفيلولوجية للقرآن ثم انتقلنا إلى دراسة البيئة التي ظهر فيها القرآن وقلنا أنها بيئة غير وثنية كما هو سائد في الموروط الإسلامي وذلك لتلميع فترة ظهور الإسلام وإعطائها هالة وقداسة فالخطاب القرآني موجه لجمهور عريض من الموحدين بالله كاليهود والنصارى والمسيحيين بمختلف طوائفهم ومداهبهم نظرا لكون معظم النص القرآني يخاطب بني إسرائيل ومن صار على دربهم وخطاهم من المؤمنين الموحدين أكثر المواضيع التي نالت اهتمام المشاهدين كانت في الحلقة رقم 42 بعنوان كيف تطورت كلمة محمد من فكرة لإسم ثم تأتي الحلقة 64 بعنوان من هو أبو لهب ثم في المرتبة الثالثة الحلقة رقم 19 بعنوان ما معنى عبارة الدين الإسلامي إن ترتيب الحلقات بحسب اهتمام المتتبعين يفيد أن الجمهور متعطش لمعرفة قصة محمد القريبة إلى الحقيقة ومن هنا يمكن تكتيف مناقشة تاريخية محمد نبي العرب وسيدهم والجو السائد في فترة ظهور الإسلام شكرا على اهتمامكم وإلى اللقاء لتكملة الحديث عن البيئة التي ظهر فيها القرآن فكونوا معنا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر